وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان أعمالها بعزبة النهضة التابعة لمنطقة كيمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكونت القافلة من عشرة تخصصات مختلفة بالإضافة لمعملي الدم والطفيلات والأشعة العادية حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1624 شخصا وتم صرف العلاج الذي يتوافر منه حوالي 130 نوعا بالمجان زي ما انت حضرتكم شايفين النهاردة الزحام الشديد وكامل زي كده زي ما احنا عارفين ان احنا بنوصل لأقصى قليم الصعيد وكامل زي كده عشان نقدم الخنة الطبية كمستشفى ميدان المتنقل معانا العيادات المختلفة طبعا التخصصات المختلفة الجلدية والبطنة العظام معانا برضو الأشعة والمعمى والتفايليات معمى الكيميا الدم طبعا معانا برضو التحويلات اذا كانت فيها تحويل لأقرب مستشفى عندنا مستشفى الجامعة مستشفى جامعة عصوان طبعا زي ما انت حضرتكم شايفين ان شاء الله نكون يعني نقدم مسئولية ونقدم الخدمة الطبية لكل أهالينا في مصر شكروه الناس العلاج مجانا فيها حوالي 10-12 كشف وبدوهم العلاج مجانا وفيه اقبال كبير من الناس وريد تتكرر الحكاية دي مرة تاني شكرا 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 شكرا